مادرنا النهادة برتكول تصنيع أول ميت بدال وإن شاء الله الفترة القادمة في عادة تصنيع جميع أجهزة التكفيف والتجميع بالنسبة للتحالب هيكون في تعاون فترة قادمة مع جامعة زويل سواء في إجاية الحلول سواء في تدريب شباب المستثمرين راغبين فرصصمار في المجال الأخضر بنعدد دلوقتي إلى المؤتمر علمي دولي مختص بالتعليمات المستدامة هيكون الجهة العلمية الرعية هي جامعة زويل بنحاول الفترة القادمة لوسعة المجتمع المصري لتحول الاقتصاد الأخضر الاقتصاد الأخضر مش بيوفر مش هيخفض العمالة بل بالعكس إحنا بنوجد فرص عمل مستديمة لنستخدام الموارد الطبعية بطريقة منظمة وطريقة علمية هيتؤدي الاستمدارية والفترة القادمة هي المشكلة الأساسية بتاعتنا هي محدودية الموارد فالاستخدام الخاطئ للموارد ممكن يؤدي إلى بطالة ممكن يؤدي إلى المشاكل التصادية في خلال 20 سنة قادمة بإذن الله هكون نديكة التعاون مع جامعة زويل إن مصر أتكون مالقص إقليمي لإنتاج التحالب إحنا بالفعل في المزارع الموجودة حالياً بننتاج حوالي 5 تن شهرياً مدينة أرجي برديس اللي بنعملها في الفرفرة على مساحة 100 فدان لإنتاج التحالب بالتعاون مع جامعة زويل إن شاء الله هيكون الإنتاج ممكن في خلال 8 شهور ممكن نوصل إلى حوالي 50 تن شهرياً مصر هتنتجى منتجة تحت الإشراف العلمي الكامل بجودة عالية ويكون أكبر إنتاج موجود في أفريقيا وفي الدواء العربية فالتعاون مع جامعة زويل بإذن الله لحدث أساسي بتاعه هو جعل مصر مركز إقليمي لإنتاج التحالب لما بدأنا مجالة سمار في التحالب المجال ده كان مختصر على مجال البحث العلمي لم تكن هناك كوادر فنية قادرة على إضافة هذه المشروعات إحنا بدأنا المخاطرة بدأنا تخلنا المجال وما كانتش موجود فيه أي عمالة مدربة الحمد لله دلوقتي عملنا مدرسة خاصة بنا في إنتاج التحالف في تدريب العمال والمهندسين الفترة الجاية بنعلن مستوامه المهني ببرمجة تدريبية مع جامعة زويل هي عندنا إضافة جديدة زي ما كان في وقت من الأوقات ما عندناش مزالع سماكية وبدأت هي بجزء مهم من رافض اقتصاد القومي لا في الفترة الجاية هيكون مجال السمارف والتحالب مجال رجيزة أساسية في اقتصاد القومي ويكون إن شاء الله هيستعوى بأيدي عاملة تقدر بعشرات الألاف